بص يا غالي بص 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 ركز معي بسرعة بسرعة عديتي بص بص عرض بسم الله ما شاء الله ما يتفوتش العرض ده عشر فددين وعليهم ابراج وزريبة وحاجة ما تتفوتش وحاجة عشر على عشرة تمام وهنقبلوا صاحب الارض في التصوير دلوقت وبرضو هخليه تكلم معي ولا ايه رأيك انت مش وقتكم دلوقت المهم خلينا في موضوعني ركز معي انا عاوزك تركز معي العشرة دلوقت دلوقت زي ما انت شايف قمح وحاجة عشر على عشرة تمام وبرهم عماق وعليهم طاقة شمسية وبص هيعجبك يا عم هيعجبك الحاجة يقول ايه حاجة اه دين حبيبي يا غالي دول عشرة العشرة دول عيه عشرة استثمار البيري بتاعهم اعمار ومحضوط عليها طاقة شمسية طبعا الاستثمار ورق خالص معلوش اي حاجة تمام تمام طبعا انت هتعرف السعر بس السعر بعد ما يخلص الفيديو كده هتروح ايه سامع سعر الفيديو وسعر الفدانكة ديها تمام حاجة هتعجبك قول والله العزيم حاجة عشر على عشرة تعال نمشي ايه مع بعض كده هما طبعا منهم للجبا مفيش حاجة تانا ممكن يعني حتة التبا دي تبقى هدية عليهم يعني حتة التبا دي ممكن هدية عليهم اه تاخد التلة ديت فوق البيع بص يا سيد نبدأ بالتفاصيل نبدأ بالتفاصيل نبدأ بالتفاصيل البير بتاعهم البير بتاعهم اعمار تمام والرأي بتاعه ونظامه ايه طاقة شمسية غمر طبعا طبعا غمر هو المروهية المروهية اذا المروهة اذا المروهية وغمر تمام البير اعماق عمق سبعمائة وخمسون متر تمام البير دي اعتبر من اول الابار اللي الدقت هنا في الفرفرة كلها في الاستثمار اول بير استثمار الدقت في الفرافرة كلها. تمام? اه المكان. المكان يا باشي. الوادي الجديد الفرافرة قرية اللي واسبير. تمام. القرية بينها وبين القرية ما فيش تعريبا كيلو كيلو ونص. الاخر ما يكملش كيلو هو ممكن كيلو الله رابع. تمام. لا تيجي كيلو كيلو ونص تعريبا عشان على دخلة الارض بتاع. القرية جنبك. اه القرية جنبك يعني ممكن تروح بريقليك وتيجي بريقليك ده لو مش هتروح بمتسكلة او بعربية. اللي يدي لك ان الارض دي قديمة في حاجات ملاحيز كده ممكن تشوفها في التصوير كده اتبين لك ان الارض. اه. زي حاجة زي الشجر اللي هناك ده كده. حاجة زي الشجر اللي هناك ده كده. تمام. اه. يبين لك ان الارض دي قديمة. تمام. بس استثمار خالص طبعا معلاش حاجة. تمام. طيب وبالنسبة لل. اه? انا مش هتكلم معكم لما اتخلص. ماشي عم محمد فان. عم محمد فان? احنا عمك محمد. عايزينه طيب. عايزين عشان عايزين منه شواء التفاصيل كده. موجود. طيب. ايه الاقبار? الحمد لله. صح تمام? عامل ايه يا طائر الواد? زين فل. خدش حد مشوفك يعني. ماشي يا ابو محمد. انت اللي مطنق بس. الله مصلح على رسول الله. اه بالنسبة لل احنا كنا عايزين ايه? كنا عايزين عم محمد بس نعرف منه شواء التفاصيل كنا. هنعرفه دلوقتي هندور عليه. هنلاقي هيروح فيني يعني. تعالى 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 بالنسبة اللي هو لابس لك الرزل عليه شوية. عادي نخليه هو يتكلم. ايه. كده هو. عم حمد. وانا بنزل لي كده بس عازك في موضوع اناي. انت واحشني من زمان. لما نشوفه بس الرم اللي شغال ديتا ايه. انا مش عارف يعني. ماشي. السلام عليكم. ايه الا اخبار حق? عامل ايه عم حمد. ما تجيني عم حمد عاوزك كده. ما تيجي نطلع فوحنا تعال. لا تعالى 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 نطلع فوح. تعالى تعالى تعالين عاصر. ايه مش عقبك. انا عجبنا. انا بحسي بيا. ايه عم بتصور? ان شاء الله. صور يا عم. صور يا عم. قول ما حصلش ما شفتكمش ومعرفكمش. عم تقوله. تاني يا بنيةك تنضرب في معميعك. المهام. اه. شوية على السريع كم معلومة على الارض كدتي على السريع. اطفت. اطفت. صحي كده برضو والله العلوان غلط. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله لأنه غلط. ايه ام. انت هشتروا الارض دي ولا تشتروا للصير دي لا احنا هنشتروا الارض دي العشرة بتوع الجمحة ده ماشي يلا فين زبينك وفين الناس اللي معاكم وفين الدنيا اللي معاكم هي لما تشوفك كده كله هيا جاء هذا سماشي اضحك كده مرة هتلك كل الناس جاء مع انا امامسك حاجة في ايدي هادحك عليه هات يا عم حاجة وانا هادحك يا عام انما هادحك من غير سبب كده افتصلك مدحك انا انا سخ سخ رؤيته على الرحمة دي تكلم وقل لي اليه لله ايه اللي انت عايزه يعني انت بتسأل عن ايه وعيه صلى على ابي عم حمد صلى على سلم عصام بتكسف اصلا انا عارف اه اه الارض دي نظام التكنين بتاعي عم حمد دي استسماء استسماء قديم استسماء قديم اما تمام اه معلاش هي حاجة للدولة طبعا لا معلها طيب البير البر اماق سبعمية وخمسين عليه طاقة كان لا ما تدخلش هنا عليه خمسة وسبعين عليه خمسة وسبعين كيلو اه تمام اه اللهم اصلى على رسول الله العشر ده لهم يوم عالطاقة وليلة بالليلة على ديز POLLO designers يوم عالطاقة كامل. اه والليلة كاملة عليز dual. والعشر في han اليوم يوم كامل؟ اليوم يوم كامل وليلة. يوم بليلة. اه. يوم زر وليلة berرضي. ايه. الطريق ده هو مناسب. الطريق الي انك ده هو مناسب. الطريق ده هو تباح. يعني إنناari سمتحطها بناثة بناثة طرق او تلات طرق. من الاربعة من جديد الاربعة. من الاربعة جهات 이 العشر في الدنين في النص. ايوة. تماما. هو الحتة اللي في النص دي خمستاشر. البيعة في عشر. البيعة في عشر. اه. والطريقة محاوة الخمستاشر من الاربع اتجاهها. ناشى العشر في اليوم كامل بالطاقة. ايوة. وليلة بالديزل. ايوة. طبعا البير عليه ديزل لو نسينا نقول في الاول يعني. بس المفرض هيجيله ديزل معليش نسا بس هيجيله. او هيجيله ديزل. ان الشي اللي باعه الشينا بقى بعد الديزل او هيبقى هو ورزقه بقى. بجيه اللي بتديزل بعد هو ما اشتريه يتفعل يخص. صح كان. بالنسبة لحطة دي التبة دي هدية فوقيهم ولا? اخر اخر الارض. دي دخان اللي همشي في البيع. لا لا شكرا بارك الله وفيك. مسامحين. الله ما اصل على رسول الله. طيب يا محمد. نتماشى مع بعض كده نشوف الارض وعشان يعرف سعر الارض. ماشي. ماشي. ماشي كده هو تصور. لا بس انا مش لافي. خليك انت خليك انت خليك انت انا ننجي. وتعالوا في الامح ده هو تروح هناك عند البرسيم كده هو خليك احنا كده واحنا ننجي. انا انا افضل. يلا عصام. انزل يا بوي. طب ماشي. البيرة هو. البيرة اها. اه. يعني اول طلع عن البر في البر. تشيلها من الفيديو. ده اول حتة حطة في البداية دي. اه. طيب الارض اللي تقولنا. على فكرة الارض بيت. اول فتحة على وش البير. اول مسورة. اول مسورة على وش البير. ايوة. اول حاجة في وش البير. شايف بس لعنا دي حاجة حلوة. تمام? وزي ما قلت لك. الحاجة الجديمة بتبنع. ناعم. ناعم. تعالى تعالى ما نروح من النص كده على هنا. تمام. روح على طول على هنا. ده امح لسه مزروع بدر لسه مزروع متأخر لكن احنا هنروح الامح اللي ازاي مزروع من بدري. طبعا اه التاني مسامبل. الارض قديمة شايف شجر عامل ازاي? تكلم اعطاه. ماشا اتكلم. بس اروح عند المزروع بدري شوية بس. ده لسه مزروع متأخر. بس والله حاجة حلوة. تعالى استيز احمد. تعالى استيز احمد. اغعة تضيع وسط نجم حيات فاديش ادور عليها كانت استيز احمد. ايوه. دعميني ازاي واحد قلتك لاجيه ايه? لاجيها يطلش فيه. استيز احمد. اول ما قلت انت عاود حد يولق فيه. شايف بفتل عن نبا استيز احمد. شايف الدنيا الرائجة والحدة الحلوة. اللهم صلي عن نبا. اللهم صلي عن نبا. اللهم صلي عن نبا. اللهم صلي عن نبا. شايف? ادي العشرة خمسة ودي خمسة. صح كده يا سيز احمد? صح كده عما صح. ايوه. شايف الارض انه الجديمة اللي تكافل فيها عم الزال. تمام ده يدلك ان الارض جديمة. الارض دي ارض استسماءة. يعني خالصة معلاش اي حاجة. العشر فددين دول اول اول فم. اول محبس على وش البير. اول محبس. طبعا الارض متوزعة اصلا مواسية. متوزعة مراوي والبير متوزعة على خطوط مواسير او زي نظام توزيع مواسير اصلا مش. بسم الله ما شاء الله. شوف لسه ما استواش وجايب النص لفوا. بسم الله ما شاء الله يا رب. حاجة تبارك الله يا رب. حاجة تبارك الله يا رب. يا باشا وانت تشرفني برضو انا بتتوريك زي ما انا بتطرج كده. طيب يا عم عصام. وقف كده بس يلا يلا ارجع على ورا كده عشان نجيب التفاصيل. يلا. ابدأ بتفاصيل الارض ديت من الاول. تاني. البر بتاحي. بر اعماق سبعمية وخمسين. طاقة شمسية اللي عليها خمسة وسبعين. تمام? دول عشرة فدان استثمار مخلصين. اول محبس في وش البير. اول محبس في وش البير. حاجة تبارك الله تبارك الله. جنب القرية. جنب القرية جدا حوالي كيلو بينهم وبين القرية. السكة لفاهم من الاربع تجاهات? اربع تجاهات سكة. طريقة. لها النص في السكة كلها في الداير. ايوة. لكن لها الارض دي لها النص في طبعا شايفين اهوات بسم الله ما شاء الله. ارض قديمة. شايفين الكفور بسم الله ما شاء الله. في داير الارض. طيب. الارض لها يوم مية. ايوة. في الطاقة الشمسية يوم كامل. العشرة فدانين. اليوم يوم كامل. في اه الاسبوع. وليلة بالديزل. يعني لو لو المية مش هتقضيك. المية طبعا ما قضيها. هما هي معلاش ديزل حاليا والمية ما قضيها. ولها المية. بس هما بيفكروا جيبوا ديزل كاحتياطة يعني للطوارع. بالزبط. ليها يوم في الديزل. لك ليه يوم بليلة. معنى صح. اه السعر كامل عم عصام زي ما قدتنا في الفيديو. والله هما طالبني السعر مية وتلاتين. طيب في فصال ولا في فصال ولا ما فيش اه تفاوض. اكيد في تفاوض. طيب اه في تفاوض بس تفاوض ان شاء الله يعني هي بقى بسيط هن نزبطه ان شاء الله مع الناس بإذن الله. ان شاء الله. ها فيه تفاوض. الرجل رجل محترم وآآ رجل يعني نقدر نتعامل معه ورجل محترم معنا. اه ايه. نفيش لايك ولا حايا. طبيعية تاني طيب طبيعية تاني طيب احكي لك يا. هقول لك طيب انا هقول لك على حاجة. بص حبيبي الغرب. انت لو اشتركت في القناة فده شرف كبير لي انا. تمام? ان انت اشتركتلي في القناة. ولو عطتني لايك برضو شرف كبير لي انا. بس لما تديني لايك انت بتوزعني على جميع الناس. لو انت عاوز تستفيد برضو خلي غيرك يستفيد وانت هاتستفيد. فخلي غيرك برضو يستفيد وديني لايك كده وعمل تعليق حلو. لو عاوز اه تعمل تعليق ده ما فيش عيه مشاكل. كمن. اي حاجة زينا كده. لو مش عاوز تشوفني ما تعملش ولا حاجة ولا تشترك ولا لايك ولا كمنت ولا اي حاجة. بتبقى براحتك كده انت كده مش عاوز تشوفني. بس خلي لبلك انا حشوفك. لما تعمل كده انا حشوفك. لما تشترك انا حشوفك. اشوف انا شايفك ديني. سلام عليكم.